بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا المواعع 2 الدرس الثاني Internal Uncompressible Viscous Flow كنا في الحصص الماضية حلنا المسألة Exercise 1 وكنا جاوبنا على السؤال الأول والثاني وكان Exercise 1 عبارة عن صريان الماء في اتجاه X باستعمال Gravity Force Only بدون استعمال Gradient Pressure وكان عنا إيش؟ كان عنا Plate من تحت ولكن من فوق ما كان عنا ولا Plate يعني إيش؟ يعني Free Surface يعني ما في ولا Surface كنا قد استعملنا Navi Stocks ووصلنا من معادلة Navi Stocks إلى هذه المعادلة بعد ما أوجدناها ثم استعملنا المعادلة هذه لإيجاد Velocity Profile U ثم استعمل Velocity Profile U لإيجاد Volumetric Flow Rate نحاول خلال هذه الحصة حل المسألة الثانية Exercise 2 اللي هي عبارة عن نفس المسألة الأولى ولكن There is another Solid Boundary instead of the Free Surface at Y تساوي H يعني إيش؟ يعني في Surface أخرى أو في Plate أخرى راح نجدوها من فوق الرسمة اللي نشوفوها الحين هي الرسمة حقة Exercise 1 لما كان في صريان الماء بدون وجود Surface من فوق المسألة الثانية هي يزاد Surface من فوق ووضحها على مكان بعيد X على Lower Plate بالنسبة للمسألة الأولى المسألة الثانية ما يتغير الQuestion اللي استنتجناها وهي الQuestion رقم 4 ولكن إيش راح يتغير؟ اللي راح يتغير هو الBoundary Condition في الBoundary Condition أيضا الBoundary Condition 1 يعني إيش؟ At Y تساوي 0 السرعة تساوي 0 وهذا صحيح يعني No Sleep Boundary Condition بالنسبة للمسألة الأولى At Y تساوي H ديو عد Y تساوي 0 هذا عند Free Surface Boundary Condition يعني المسألة الأولى لكن الحين في المسألة هذه راح تتغير الCondition هذه وتصبح U تساوي 0 عند Y تساوي H هنا نحاول إني نلقى Velocity Profile وهذا يتم عن طريق إيش؟ عن طريق الIntegration of equation 4 First integration نلقى ديو عد Y تساوي minus روجي على مو sin y plus A والA هنا هي constant Second integration راح نلقى إن U تساوي minus روجي sin 6 Y تربية على 2 plus AY plus B مع A والB هما 2 constant استعمال Boundary Condition 1 1 اللي هي هذه وBoundary Condition 2 اللي هي هذه راح نلقى إيش؟ راح نلقى B تساوي 0 طيب هنا لسائل أن يسأل كيف لقد B تساوي 0؟ طبيعي جداً هنا استعمال Boundary Condition 1 automatically يعطيني B تساوي 0 استعمال Boundary Condition 2 اللي هي y تساوي U تساوي 0 راح نلقى إنه A تساوي رو G sin 6 على مو في H على 2 فإذا هنا أوجدت constant A and constant B وضع constant A وال constant B في البلانس رقم 13 راح نلقى إيش؟ راح نلقى المعادلة رقم 14 والهي عوضنا فيها A and B بقيمتهم التي أوجدناها فإذا تصبح Velocity Profile تساوي Rho G sin 6 على مو في Hy على 2 minus y تربية على 2 فإذا هنا Volumetric Flow Rate باستعمال Velocity Profile اللي أوجدناها في البلانس رقم 14 كالعادة عندي Volumetric Flow Rate هو يساوي التكامل بين 0 h u d y تعويض u بقيمتها هنا في المعادلة هذه ثم استعمال integration أو التكامل فتصبح Volumetric Flow Rate تساوي روجي على مو sin 6 H y تربية على 4 منس y تكعيب على 6 بين h بين 0 فتح 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 هنا لسأل أن يسأل إيش تغير بالنسبة للمسألة الثانية على المسألة الأولى لاحظ أنه Volucity Profile هي تغيرت وطبيعي جداً انتج عنها تغير Volumetric Flow Rate فنحاول أني هنا نسوي زي تلخيص حق Exercise 1 والExercise 2 الفرق بينهم بالنسبة للمسألة الأولى عنا Free Surface Gravity Flow يعني بدون Surface من فوق أوجدنا U في المعادلة 10 والQ في المعادلة 11 بالنسبة للمسألة الثانية Gravity Flow Through Two Planes يعني أضفنا البلاينز هذا اللي موجود على مسافة H حصلنا U اللي أوجدناها في المعادلة 14 والمعادلة 15 هنا يمكن نتسائل Volumetric Flow Rate for example هذا تقسيم 12 وهذا تقسيم 3 البقية تقريباً مثل بعض فيمكن هنا السؤال اللي يطرح ليس السبب بين هذا وهذا وأيضاً بالنسبة للسرعة فهنا السؤال اللي طرحته الحين Why the volumetric flow rate of the free surface gravity is four times larger than the gravity flow through two planes يعني هنا أكبر منه أربع مرات بالنسبة The gravity flow through two planes فالسؤال يطرح هنا لماذا هل يمكن تفسير هذا باستعمال ميكانيكا المواعع 2 ننتظر إجابتكم إن شاء الله فهنا هل في تساؤلات أو بعض الأسئلة اللي يمكن طرحها فقط هنا قبل ما ننهي الحصة هذه هل من الممكن دراسة هذا الأمر دراسة exercise one and two على زاوية تسعين درجة وهل هذا راح يؤثر على المعادلات للجناههم أو إن الحل يتم بطريقة أخرى هنا قم خلصت المحاضرة هذه السلام عليكم ورحمة الله